اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام حلقة جديدة برنامجنا الأسبوعي سياستي الرسوم والصور الكاركاتيرية الجديدة اللي بنتكلم بيها كل أسبوع عن توصيف لأحوالنا وأوضاعنا وواقعنا وبيكون معايا في كل حلقة زي ما تعودنا أسبوعيا الضيف عشان نترجم أفكار ورسائل رسامين الكاركاتير المختلفة ويسعدني الأسبوع دا نكون معايا الأستاذ صلاح حجازي الفنان الرسام الكاركاتير أهلا بحضراتك أستاذ صلاح أهلا بحضراتك برضو لسه الأوضاع الاقتصادية هي الفكر الغلب على رسامين الكاركاتير بيحاولوا يخففوا من وطقة الظروف على الناس وحنبتدي مع أول صورة هي لحضرتك أستاذ صلاح حجازي وبتورينا زوجة وقفة مستغربة ونشره البنطلون هو الراجل تطلع له ثلاث جيوب أو أربع جيوب الراجل هو اللي طلع من هدومه قاعدة هو تفرقن صغير وطلع البنطلون بتاعه نشره يعني طلع له ثلاث جيوب فضلين أصلا وتلاثة النحيات وتلاثة النحيات يعني دليل على أن خلاص مفيش خلص بس أنت برضو مستعمل ألوان خفيفة صلاح وموسع الكادر بتاع الصورة أو كده موسع الكادر الصورة لا مش زحمة لأنه لو هتلع على السطح أصلا والبنطلون شوف أنا هعمل البنطلون أصمر أسود عشان دليل طبعا على بس جديدة بقى تلاث جيوب وتلاث جيوب من هنزود الجيوب الفضل هنزودها شوية بقى طيب نروح معنا لصورة تانية والأستاذ ماهر بدر وبرضو بيتكلم على مواطن مصري زي الكلام نفس الكلام فكرة مش هايل أعباء كتيرة بقى فالحقيقة مش هايل فواتير ومشكلة المرتب واقف هو مش لابس حاجة في رجله وواضح مظهره ومش هايل في إيه إرد الدولار ده اللي عمال يتمرجح على السجرة برضو سيب إيه حالتك في الأسطورة ده هو رسم بومة على الشجرة وكتب عليها الأسعار وبعدين المواطن بقى طبعا شايل بس طبعا هو إيه اللون اللغضر هنا ما كانش مش مناسب قوي مع الزارع والحاجات دي مع المشاكل والأعباء والفواتير والحاجات دي والإرد اللي هو الدولار طبعا عمي بتمرجح هو ده طبعا ده اللي فرحانه مزغطت على ناحية تانية والبومة النكد للأسعار على السيد الموقف مع إن الدولار في الدول العربية مثلا كان في ليبيا لا يساوي قبل الثورة لا يساوي حاجة يعني هي واضح لك يا أستوى صراح هي فعلا مؤكدة ومثبتة بالتاريخ مسألة الانتاج ومسألة الزراعة والصناعة هي السلاح الوحيدة اللي ممكن نواجه بيه الحكاية دي تعاكمات الدولار ده الزراعة والصناعة مهمة جدا جدا والسياحة كذلك لابد إن إحنا طبعا السياحة دي ممكن تجيب لنا فلوس شوف بتجيب لأسبانيا قدية أسبانيا يعني معظم دك لها من السياحة والله الحقيقة أنا عايزة راح هيك إحنا الدولة الوحيدة يمكن مش مبالغة في العالم اللي عندها أكتر من مورد يعني ربنا سبحانه وتعالى حباهب نعم ومصادر مدهاش لدولة ثانية في الدنيا دعنا عندنا جبل السكري بتاع الدهب وطبع وفيه جبل الحلال للوقت اللي بيه سياحة وزراعة وخمات وطاقة بشرية وسببية أفكار وعبقرية وأثار وشواطئ كتير جدا حيستغل إن شاء الله بإذن الله يعني أملنا في بكرة ما هي الكفاءات بقى ممكن تعمل تاخد الحاجات دي كده تعمل منها حاجة بحيث لأن مصر لابد لنها تكون من أغنى دول العالم بالصراحة يعني هنروح لصورة تانية معنا قبل ما نطلع فاصل وورده بنتكلم عن تفاؤل السيد فارق حسن رسم الصورة فبيتكلم بعنوان العيشة وراجل جايب لها سكره هو بيرشلها على العيشة وإلى إن شاء الله يمكن تحلق ومنتهى التفاؤل مع الخطوط البداء والصورة اللي حضرتك برضو طبعا هو طبعا لابد إن هي تكون قابض وسود دي ففعلا موفق إن هو أعمالها قابض وسود وطبعا هو الراجل بيدحك شر البلية ما يضحك العيشة طبعا مرة وغالية وفجايب سكر يرش عليها بس هي برضو فيها التفاؤل يعني رغم كل الكم من الفكرة صعوبة الحياة فكرة الست اللي هي وقفة حتى ديها على خدها يعني مستنيها الظروف ومستسلمها هو برضو بيرشيها سكر في مسحة التفاؤل دي بيتغير ما إحنا إحنا المصريين في عز الشدة بنبقى متفائلين وفي عز الشدة بنقول نكت عشان نتهون علينا دي نعمة من نعم ربنا ومعنا طبعا نعمة كبيرة والله المصريين دول ولذلك خير أجناد الأرض الحمد لله وإن شاء الله يعني بالتفاؤل بإذن الله لازم يعني ده الأمل والشيء الوحيد اللي لنا نتعلق بي عشان نخرج من كل المصاحب دي بإذن الله إن شاء الله أستأذن حضرتك وأستاذن سيدة المشاهدين نخرج فاصل قصير نرجع نكمل مع حضراتكم جاءنا لحضراتكم هناخد مقتطفات من مواقف مختلفة مع رسميننا ومن برضو معانا الأستاذ صلاح حجازي بيفصل لنا الأفكار ويترجمها معانا الأستاذ صلاح الصورة لأستاذ ماهر بدر بيصور لنا فيها واحد غني وحاطت السجارة هو في بقه وبيقول أنا بحب أصيف بس في الزحمة يعني الحقيقة راجل يعني منتهى الكبر والتعالي واحد غلبان قعد قدامه ويقول أنا كل اللي أنا عايزه أنه نفسي في حتة لحمة نا يعني نخي دي وطبعا عامل القافية الزحمة واللحمة وطبعا برضو عامل اللي أبيض والي سود وإن كان دي ممكن كان تبقى النص اللي فيها الرجل الغني ده ملوانا والنص التاني ده أبيض و سود بتاع الرجل الغلبان واحد طبعا اللي بيصيف معه فلوس أكيد وطبعا دول بيصيفه في حتة مشاغل وهمومه يا كل رغباته لكن التاني مشاغل وهمومه احتياجاته اللي هو عايزه بس صورة تانية معانا من جديد الأهرام أستاذ فارك حسن برضو الحقيقة بيوصف حاجة غريبة جدا استخدام خاطئ للرجيم فالاستخدام هنا بقى خاطئ المراضي لتفسير الدين فواحد بيقول أنا عامل رجيم هو ايه واضح نار فيع خالص وما فيش التاني بيقول له لا أنا كمان أنا عامل رجيم بس المراضي هو رجيم شرعي أكل كل حاجة وأقول يا رب خس في ناس عايشة كده يعني بالنواية ولما اتكلمها يقول لك يعني يطلعك غلطان وانت اللي مش فاهم دي ما ده طبعا اسمه التواكل وفارق بين التواكل على الله والتواكل التواكل يعني أنا أعمل كل الحاجات اللي أنا عاوز أعملها وأقول ربنا يعدلها ربنا يفرج الله طبعا يا عم انت عاوز تخس لابد طبعا أنتم أعلم بشؤون دنياكم تخسي بقى فيه برنامج للتخزيص والتفكير والمنطق والتحكيم العقل متى لي يعني لا يتعرض مع الدين ده الدين هو بيأمرنا بتحكيم العقل والتفكير مش إن واحد يغلطك دايما أو ما تيجي تتكلم بشيء واقعي أو شيء منطقي يعني كانك بعيدت عن الدين بالعكس متى أول آية في القرآن اقرأ يعني العلم أهم شيء تعلم وفكر وفهم وإقرأ وترجم صورة تانية هنأخذها معنا أستاذ صلاح وأستاذ ماهر بدر برضو بيتكلم على أحداثنا والسنوية عامة وكل سنوية عامة وإنتم طيبين فالأم بتصوى طيبه مسكة منديل بنت قاعدة وجايبة 55% فالبنت بتقول لها يا ماما دي السنوية بتاعتي مش سنوية بابا اللي أرحمه طبعا جميل طبعا اللون السود في المنظر ده والستة طبعا عشان جزء متوفر بتقول لسنوية والبنت طبعا جايبة 55% فطبعا مش هيودوها حتة يعني بلعب بالجناس الماقص في الكلمة الثانوية والسنوية الثانوية والسنوية عشان يبقى اللي اتنين مع بعض و55% في المنها يستاهل إنه اللي أم تلبس لسود التسعينات مش عارفين خشوا فيه ربنا مع الجميع ونروح لصورة تانية ومع الأستاذ ماهر بدر كاريكاتير من جريدة الأهرام وبرضو بيتكلم في إطار الطلبة والطلاب فواحد قاعد على الكمبيوتر قاعد على الكتب وماسك اللابتوب على حجره وبيقول يا ابني أنت مرحلة تانية بتذكر إيه الأم بتقوله كده طبعا خلاص المتحانات طلعت والنتيجة طلعت يعني قاعد بيذكر دلوقتي لا والكتب هي اللي مقفولة واللابتوب هو اللي مفتوح وتقاعد على الفيسبوك برضو يعني الكتب برضو هي حتى ملأس قاعد على الكتب أعملها كورسي أيته وخلاص للأسف والغريب إن بقى الانترنت بيأثر على الناس يعني سابوا القصيات يعني أه طبعا حتى أنه يذاكر مش مدي وقت المذاكرة مدي وقت اللابتوب هيظل الكتاب هو سيد المقف حتى إن غاب شوية لكن هو سيد المقف هو اللي بيعلم الانترنت ده يعني معلومة سريعة كده بس الخبر الطويل دلوقتي الناس ما بتقرهوش خبر الاربع خمس سطور ما بتقرهوش عايز تشوف فيديو صور رسوم حاجات كده لكن فكرة الصبر على الإراية والمقلات والرجوع للتحقيقات الحاجات اللي الكتاب هو صحفة الورقية يشكل الوجدان والوعي الكتاب يعني عندما الواحد يقرأ كتاب كده على بعضه بيستفيد ويعرف معلومات ويعرف حاجات وبيدخل في وجدانه أشياء مهمة جدا الاستفادة فيه الاستفادة والتعليم طبعا هنرجع للإرهاب من طلاب هنروح للإرهاب مجريدة الأهرام كاركتير السيد صارق حسن بعنوان الإرهاب وهنا بيصور لنا فيه العالم والإرهاب عامل زي صحابة سودة بتمروا فيه رغم أن العالم لسه فيه الألوان وحضرتك بتكلم دايما بجزء هو أسم الصورة هنا الجزء الأسود والجزء الملون شايفها إزاي هو طبعا العالم اللون اللازرق الفاتح ده له مدلولات إن فيه لسه برضو فيه خير في الأرض وفيه مبهج لون الماء حتى ولون السلام ولون السلام السلام يعني برضو السلام والأمان اللون اللازرق الفاتح ده أما طبعا الإرهاب الأسود ده والسحابة السودة طبعا إحنا كنا مشهورين بيها لسنوات اللي فاتت ديت فهتطهلنا ربنا يا السهل وما تجيش السنة دي بقى سنة أه بس هنا هنا بتهايلي فكرة السعابة السودة هي هتعدي وفكرة إنها بتمطر على العالم كله زي ما هو كان مرسمها كده يعني الإرهاب ما مختصش دولة شمل الدنيا كلها أه ولذلك هو لون الكرة الأرضية باللون السلام أه يعني كده كده هي دي هتعدي أه هتعدي وحنرجع للخير تاني والنماء والسلام لسه معا الإرهاب والأستاذ فارق حسن برضو بيصورينا الإرهاب زي ما احنا شايفينه على عقية صعبانة هو لافف العالم ومحبي وبيبث سمومه في كل الكرة الأرضية نفس المنطق بس المرات يخلى الصورة كلها الحية اللي أبي يدوسه دي هو الإرهاب هيطول الجميع وطال وطال بالفعل إذا كان طال أوروبا وأوروبا شمال أوروبا وغرب أوروبا وأمريكا يعني ما سابش حتة صراحة بس الحياة الدول اللي بتدعمه فيه أمان يعني دي الملحوظة اللي تبينة الواضحة يعني الدول اللي بتصرف عليه وبتنفق عليه هي بعيدة كل البعد يعني عنه ما في النهاية هيعدوا الإيذي لتمدته في النهاية مرتفع هنقلب السحر على السحر وده بالزبط ده واقع يعني تاريخي وواقع مسبت ما فيش مفر منه سيد حضرحك سيد صلاح والسيد المشاهدين هنخرج فصل قصير ونجح نكمل بحضراتكم ورجعنا لكم ننتقل بقى للطرائف أخرى وغريبة وطرائف الإعلام استحوزت على اهتمامات الرسامي الكاريكاتير السيد صلاح معنا الأستاذ حماد حجاج في صورة الحقيقة هي لها معنى عميق جدا واحد مسؤولة هو قف قدام مايكروفون وتحت عنواني التنصيق الإعلامي وعمل الميكروفونات والمايكات كلها محطوطة وبيسقيها عاملة زي الفازر بتاعة الوارد طبعا في مسؤولين شغلتهم الكلام فيهمهم أكتر شيء الميكروفونات مش مهم هو بيشتغل ايه ولا بيعمل ايه المهم انه هو يتكلم ويقول التصرحات اللي فيها بعض التخبطات من بعض المسؤولين وبيسقيها عشان تكتر واضح انه هو عايزة تنمو وتترعرع وتزيد وخلي بالحضر لك بقى الزهورية اللي فيها الميكروفونات دي باللون الأحمر اللون الأحمر ده أحيانا يدل على الخطر خطر يحط لمسة لون معين وقاصد بيه رسالة لكن مش مجرد التلوين بشكل عام الصورة مع ان الميكروفونات كلها متلونة لا التلوين ما يتلونش اعتباطه لا بد انا بحط اللون لقدر امتى والبني امتى والاصفر امتى والورنجي امتى مش فكرة بس اطفاء البهجة على الصورة فقط هو كمعا اطفاء البهجة ده حاجة مطلوبة في بعض الرسوم في بعض الرسوم لكن في بعض الرسوم لابد مراعاة الالوان بدقة لان الالوان كلها لها مدلولات لها مدلولات هنروح للصورة تانية معنا ومن جريد بيان الاماراتية رسامة الكريكاتير شريف عرفها بيصور لنا فيها تحت عنوان الصحافة حاليا وبيصور اهو واحد مؤلف اخبار قاعد ده مؤلف اخبار مش كاتب اخبار بيقول ده منصب جديد عشان زيادة المبيعات مسألة فبراكة الاخبار والشائعات هي دي بقت مشكلة دلوقتي يعني الشائعات كتت كتت جدا الشائعات وفي الاخر بيتطلح لنا انها كلام مش مصبوط يعني بتدور كل ساعة ايه الشائعة الجديدة يعني طبعا وبعدين الشائعة من من ما زيها انها بتنتشر بسرعة يعني اول ما حد يقول كلمة كده خرجت بره القوضة خرجت بره الشارع وتحورت وضفع عليها وتشال منها طبعا والفيسبوك بقى بينقل بقى عبر الدول كلها يعني كمان يعني بقت الحاجة الغريبة ليه يعني الناس بتعملش عقلها لان الشائعات دي بتقدر حياتها ليه ما بتعملش عقلها في ان الخبر ده منطقي حتى او مش منطقي هو مش كتير عارفين يوصلوا للمصادر لابد بقى المسئولين يطلع فورا فورا اول ما تطلع اشاعة حد من المسئولين الصقة المعني بالموضوع اه يطلع يقول لا ده الموضوع ده غلط ده ما حصلش ده كذا ده كذا يفهم الناس خلاص انتهت الموضوع مش ممكن يا رسول الصراحة ده يكون التزام اعلامي فرض على وسائل الاعلام اول ما تطلع شائعة يفرض على كل وسائل الاعلام انها اه تطلع تصريحات المسئول تطلع المصدر تطلع الشيء المسوق يعني ليه هو بس دور على اه جهاز الاعلام الرسمي اللي هو التلفزيون الوطني الدولة لكن وسائل الاعلام التانية بتتجاهل الامور دي يعني بتسيب الموضوع ده انتشر بكترة لا ده دور كل وسائل الاعلام حتى الصحافة يعني الصحافة المفروض اه طلع خبر النهاردة مش مصبوط بكرة تقول عليه وبدوحه في الصفحة الاولى اه الجديد بقى تطلع لنا محارب الشائعات مضاد الشائعات مش مؤلف الاخبار اللي بيفبركه ده طيب حروح للصورة التانية ورسمة لجريد الشروق من شكل اوسط للأستاذ امجد رسمي وبيصور لنا فيها العالم العربي وهو زي ما احنا شايفينه عقل ولكن براشوتة هو وبيسقط الى الهوية ومتناثر والصورة كلها عبادة وسود شايف ايه في الصورة دي يا سيد صلاح لا هو اصده يقول يعني ان العقل هو النجاح يعني هينقزوا اه العقل هو المنقز يعني انا عمل العقل هو البراشوت يعني الطيارة هتوقع مسلا اه فهو ايه النجاح اه انه توقع نجاح البراشوت المع العقل اه انه هو العقل فهو العقل طبعا هو اللي بيدير الحياة وهو اللي بيدبر الحياة وربنا سبحانه وتعالى دايما يقول اه ايات لقوم يعقلون اه ايات لقوم يتفقهون يعلمون وهكذا نتمنى نرجع لاستخدام العقل تاني بوظيفته دور الصحيح السوي هنروح للصورة تانية مع الستاذ ام جد راسم برضو كاريكاتير ليه مغزة الحياة عميق جدا بيصور لنا فيه اه امام بيصلي والمصلي مش عارف يعني في اتجاه عكسه يعني عايز يقولي بالصورة والصورة فيه قابل يدوست ومدخل فيها اه الالوان هو حاطر بس اللون في الارضية يعني اه لكن هو اللي بيدوست كله ان الامام في اتجاه والناس في اتجاه اه يعني ده بيدل على يعني ان الناس عايشة في فوادي والناس اللي بتحاول تهدي وتصلح او المسؤول عن كده بالضبط الناس مشغولة بالحياة ومشغيل حتى مش في دماغها توقف صحة في ال اه حتى حتى البحث في ان هم يفكروا بواقف وقفته صحة في الصلاة اه ما بوقتش يعني بتزغي كتير لش دي رسمة طبعا صعبة من الرسومات الصعبة اه والرسومات دي بتبقى عاوزة بقى يعني ايه يعني انا ممكن اشوفها بفكر وحضرك بفكر اخر وهكذا يعشان بدون تعليقات اه اه اللي بدون تعليقات هي كده يعني بتبقى صعبة التفسير او فيها اختلاف التفسير ما بيخصص على منطقة ما بيخصص على موقع مكان بلد مجتمع بعينه ظرف زمني برضو تيالي المسألة فتح التعليق ده بيخليها اه صورة مبهمة بالضبط بالضبط بتبقى مبهمة وبتبقى يعني انا بصراحة ما بفضلش النوع ده ملك الكاتير اه انا بهم بك كريب يجب ده يبقى كده عالمي هو كده ما هو ياصل للعالمية ما هو لا احنا فاهمين العالمية غريبت يعني العالمية العالمية اصلا هي انك تقول موقفك انت الصحيح يبقى انت كده وصلت للعالمية انا تعبان انا مبسوط انا فرحان انا منتعش اي اه حاجة متعلقة بيا في وطني هي دي الوصول للعالمية لكن العالمية مش ان انا اقلد الاخرية ده لون وده لون ده الشكل من جارة الاهرام هنروح لسوريا السيد انس ديب بيصور لنا فيها الارهابي من داعش اهو ورصاصة طالعة منه ودخلة في بق طفل بيمثل سوريا لكن في النهاية المدفع الموجه على داعش والله انا كتبت قصيدة شعرية عن سوريا دي يعني انا حتى بكيت وانا بكتبها داعش طبعا تأثيره في سوريا كبير جدا ولولا تدخل روسيا يمكن سوريا دي دمرت تماما تماما وان شاء الله سوريا هترجع زي ما كانت وفي ابها صورها بإذن الله لان هي كبوة هي كبوة غطت على العالم العربي كله لأسف يعني هو طبعا احنا الكوة الخارجية الكبيرة لها طبعا امور عاوزها تحدث في الوطن عربي الشراك الأوسط فطبعا بيبذلوا كل الجهد ان هما طبعا ولكن الحمد لله ان مصر متنبهة لهذا والرئيس السيسي سلح الجيش وبقت الدنيا أفضل وان شاء الله هيكون مصر هي مخرج العرب من أزمتهم لانه هي مطمع الأخير بتاعهم هو ده بإذن الله هنروح لصورة تانية ولسه مع نسو الشريف عرفة في الحقيقة مشهدين عن الخير وعن الشر زمان كان الخير لونه أبيض والشيطان لونه أحمر الاتنين دلوقتي بقى المظهر خداع والخير والشر ده فين في النوايا ده بيفكرني بالنصابين النصاب ده بيخلي للواحد يطلع اللي في جيبه وهو بيتحك بيتحك فهو بقى كده يعني الشر بقى مختفي جو الخير وما بناش عارفين فين الشر وفين الخير ها مش عارفين إنما زمان كان الشر واضح واضح خالص يعني الشيطان استخبى الشيطان كان معمود باللون الأحمر استخبى في اللابة تاهت الناس من بعضها وبعضها تاهل أصول وأصول وأصحاب السوابت والقيم والمبادئ من المحدثين والمبدعين ما هم بدأوا يفكروا يعني الشر بدأ يفكر بدأ ما أنا ظاهر كده واضح ما أنا هتخفى بتحارب ها ها وبتحارب لا أنا هتخفى في صورة الخير وعمل لنا عاوزه برضه هنروح لصورة تانية هيا صورة حلوة جميلة هنروح لصورة تانية معنا ومجريتش للشرق الأوسط لأستاذ أمجد رسمي بيصولنا مجموعة من البشر عمالة بتتكلم وبتتواصل مع بعضها هو بس للأسف يعني بتتجسس على بعض زي ما احنا شايفين كل واحد بيحاول سيب مشكلته سمهم صبته وعمال يبحث في مشاكل غيره دي مثال عيب من عيوب التواصل السلبي هو النظر في عيوب الآخرين دي من أخطر الأشياء يعني أنا دايما أبص العيوب الأول أبص العيوب غيري وحاول أصلح نفسي قبل ما حاول أصلح غيري دايما بنقول ابدأ بنفسك أولا يمين بيخدوا بالثواب دي أصلا صلاحي أولا الناس نسيتها الحكاية دي ما عادت الكلام ده احنا احنا كلام ده متعلمينه المدرسة المدرس الزمان المدرس 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 في كل حتة إنما دلوقتي ما فيش كرمت للأسف يا ليه حق بقى بصراحة يرسمها سودة السلينية هو ليه حق فيها يعني هنروح لإرهاب والحقيقة برضو هنسيب بقى إرهاب تاني يعني نتكلم على مستقبل وكاريكاتير جميل برضو هو لحضرتك خركتنا من اللا بيض ويسود ولونتلنا الدنيا هي بس كاتب بصل وبطاطس وقطن وقمح ما أشوف حضرتك تفاعل بقى المشكلة دلوقتي احنا كنا الأول بنزرع القطن والقامح والقطن بالذات ده كان صاروت مصر في الزراعة فأصبح دلوقتي القطن مكلف فبالتالي الفلاح بدأ يبتعد عنه إيه اللي بيكسب البصل والبطاطس الكيلو بشعاف بخمسة جنيه والبصل الكيلو بشعاف بكامل والخضروات والحاجات دي كلها بقيت غالية فهو طبعا أكسب للفلاح إنه هو يزرع يزرع عن الحاجات الفضروات والبصل والبطاطس الحاجات دي طبعا أفضل من القطن والقامح لكن إحنا لابد إن السياسة الزراعية تتجي ناحية الزراعة القومية بتاعتنا كانت القامح ده طبعا محسول كان بيدرر على المصريين دخل كويس حتى الناس كانوا يجوزنا بناتهم في الجاني بعد مصر بالقامح والقطن اه في أفلامنا طبعا دفعنا الجميلة دي وكنا بنصدر القطن طبعا المصالح أوروبا كنت بشتغل على القطن من مصر طويلة تيلة اه يعني هو شكل يعني داعي لتفاقل في المستقبل ولكن في النهاية هو تحذير من نوع تاني من إرهاب تاني بشكل تاني خلص أضيع السوابت بتاعتك لازم أدعم الفلاح عشان يزرع القطن والأمح لأن دول صروة 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 نظراعية هنروح لصورة تانية معنا وبرضو هي الأستاذ صلاح جازي حضرتك بتصور لنا فيها مصر زي ما هنشايفين وقفة وقدامها الألات والمؤدات أسيب حاليك تتكلم عن الصورة شو بقى حضرتك بصري بتقول لولادها ايه ولادها بمختلف فئاتهم يعني فيهم الفلاح والتلميذ والموظف مستنين ايه اذا كنتم بتحبوني بجد كل واحد فيكم يمسك حاجة من دول واشتغل بجد طبعا الحاجات الموجودة حتى فيه كمانجة وفيه سماعة طبيب وفيه ألم وفيه ريشة وفيه مضرب من جبونج وفيه الفاس والعامل الحاجات بتاعه العمل والكتاب كل الحاجات موجودة والصيدالي فطبعا لابد من احنا نشتغل لازم نشتغل ممناش حل ممناش حل لازم نشتغل كل ده بس كل واحد في مجاله مقاهي الفيسبوك دي بقى نقفلها وندور على مستقلة حظ وشغلينا حاجة حظ يعني احنا بنغدر وقت اكتر من احنا نفعلا نشتغل وسباب بدأ يعني بتعلم التواكل للأسف اكتر تعلم اللي لازم حيشتغل وحيطعب عشرات السنين عشان يقدر يبني للأسف الشديد احنا والله ما احنا صفلنا أوروبا و احنا كنا مشتغل هناك بهوت بنشتغل مفيش بهوت بأيدينا بأيدينا عشان تعيش ناس اللي كلها تجاوزت لعماري الاربعين سنة وتندي تهبت في شبابها وفي صغارها طبعا حتى الأوروبيين والدول المتقدمة والناس فيها بتشتغل بجد لو ما اشتغلتش بجد مش هتعرف تعيش ولا تاكل والحد سن ما بعد سن المعاشر احنا بنربطه في مصر الانناس بتشتغل مشوفها بره بزبط تنزل في تعمل رياضة وبتمارس بتمارس كل هواتها وعملها بالزبط هنروح لصورة تانية معنا وهي كاريكاتير برضو لحضرتك وبرضو هسيب حضرتك تكلمنا عنه عن رئيس مصر ورئيس عبدالفتاح السيسي عايز تقول مصر بتقول للرئيس عبدالفتاح السيسي يلا بقى يا بطل كمل جميلك ده المطلوب منك بس المطلوب ايه بقى تحسين الاقتصاد عدالة اجتماعية وحرية القضاء على الفساد تحسين التعليم والصحة القضاء على الفكرة والبطالة ضبط الأسعار ضبط الأسعار ضبط الأسعار رفع المعاشات الطاقة الطاقة ان شاء الله هنتحول لمركز للطاقة الاسكان والصحة كل الحاجات دي مطلوبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعا هو يعني استحالة تغير الدنيا في يوم ولا في سنة ده كل مطالب شعوب الدنيا طبعا وفي أرقى الدول وأعتاها وأقواها في الاقتصاد بالضبط فطبعا اهنا كنا بنشوف ناس بيشحتوا طبعا من أوروبيين مش حاجة في الشارع برضو كل حاجة بس دول بقى خلاص يعني ناس الوعي الجامع عندهم فهم الشغل لكن الناس كلها بتشتغل ده خلاص مش قادر يشتغل الناس إنما الناس بتشتغل بجد مجدية والشغل يعني الموظف قدامه شغل يكفي يوم العمل بتاعه مفيش حد فاضي يقرأ جرنان ولا يسرب شاي ولا كلام بس انت حضيك برضا حطيت الألوان وحطيت صورها المبهجة طبعا عشان طبعا الأمل والتفاقر حقيقة حضرتك وصلتنا برضو بالصورة الأخيرة اللي كانت معنا الأمل وإن شاء الله هي صحيح التحديات كتيرة لكن بإذن الله نقدر نتجاوزها ونوصل للصورة اللي في ذهننا كلنا والأمل المستقبل المنتظريني بإذن الله إن شاء الله مصر فيها خير كتير وإن شاء الله بس لو أحسننا استخدام الموارد بتاعتنا إن شاء الله مصر دي هتبقى دولة مسقدمة جدا بإذن الله أستاذ صلاح حجازي في نهاية حلقة النهاردة بشكر حلقة شكر جزيل على تشريفك لينا ونتمنى إن شاء الله نلتقي في حرقات قادمة ولا تفائل أكتر بإذن الله شكرا لحضرتك والأسرة والبرنامج الجيد ده شكرا لحلقة أستاذ صلاح حجازي الرسام الكاريكاتير ومشاهدين الكرام وصلنا لنهاية حلقة النهاردة بلنامكم الأسبوعية سياستير نلقاكم الأسبوع القادمة على خير دمتم في عمل الله